ومع الأنباء عن قرب اتفاق حول لبنان تعالت أصوات المتشددين في الحكومة الإسرائيلية الرافضة لأي اتفاق أول الرافضين كان وزير الأمن القومي اليمني اتمار بن كفير الذي اعتبر إبرام الاتفاق مع حزب الله في لبنان خطأا كبيرا وقال بن كفير عبر منصة X إن القتال حاليا يشكل فرصة تاريخية ضائعة للقضاء على حزب الله داعي نتنياهو لمواصلة الحرب حتى تحقيق نصر مطلق وفق قوله من جانبه قال وزير المالي الإسرائيلي سموترش أن أي اتفاق مع حزب الله لا يضمن انسحابه من الحدود مع إسرائيل لا يعدو كونه حبرا على ورق وبدوره شدد وزير الخارجي الإسرائيلي جدعون ساعر على أن الاختبار لأي اتفاق سيكون في التنفيذ يقولون توصلنا لاتفاق نهائي أو اقتربنا منه هذا لا يعنيني ما يعنيني أن أي اتفاق مع لبنان لا ينهي وجود حزب الله على حدودنا سيكون حبرا على ورق بالنسبة لي فككنا حزب الله وتمكننا من إسقاطه ويجب علينا الاستمرار في ذلك لا يجب أن ننتظر ونرى الصواريخ تسقط علينا مرة أخرى كما حدث بعد عام 2006 الاختبار لأي اتفاق سوف يكون واحدا ليس في الكلمات أو الصياغة ولكن في تنفيذ النقطتين الرئيسيتين فقط الأولى هي منع حزب الله من التحرك جنوبا وراء نهر الليطاني والثانية هي منع حزب الله من إعادة بناء قوته وإعادة تسليح في كل أنحاء لبنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة